أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكبون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القليل ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي من كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم متقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واستأل من أوسألنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليسني ملك مصر وهذه إلا النار تجري من تحتها فلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيه فلولا ألقي عليه أسفرة من ذنب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأضرقناهم أجمعين فأضرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين تي في قرآن تي في قرآن تي في قرآن تي في قرآن